الملخص الواحد عامل 700 جنيه والحسابة بتحسب طالب السنوية العامة السنة دي علشان يجيب كتب خارجية لكل المواد بامحتاج سلفة من البنك كتاب الأضواء لوحده عامل ألف جنيه ده جزء بسيط من اللي قالوا عدد من أولياء الأمور تعليقاً على ارتفاع أسعار الكتب بس لقولها حل إيه الحل اللي لقوه أولياء الأمور علشان يتجاوزوا أزمة أسعار الكتب الخارجية وليه أصلاً أسعار الكتب ارتفعت كده؟ كل ده وأكتر هنعرفه مع بعض في الفيديو ده أسعار الكتب الخارجية بتاعة السنوية العامة السنة دي بيت في العالي خالص الكتاب عامل 700 جنيه وفيه كمان اللي عامل ألف جنيه وشوية وطبعاً أولياء الأمور هم أكتر نزع لنا من الأسعار دي أنتم عارفين طبعاً أسعار الملخصات والكتب الخارجية ده جر أسعار الدروس نفسها سواء بقى كانت دروس تقوية في مجموعات كاملة أو دروس خاصة وكل ده لي سعره في الأول والآخر كل ده بيحسب عليه ولي الأمر هو اللي بيدفع آخر الشهر كل ده موقع فيتو الإخباري قال أن أسعار الكتب الخارجية الخاصة بطلاب السنوية العامة السنة دي بيتجالية جداً على سبيل المثال وصل سعر كتاب الأضواء السنة دي لـ 850 جنيه وكمان الملخصات اللي بتحمل اسم المعاصر في الرياضيات دي كمان وصل سعرها لـ 850 جنيه لأستاذ أحمد جابر رئيس غرفة الطباعة والتغليف بالتحاد الصناعات المكتبية سابقاً لما لقى أن النازل علانة قوي كده طلع برر اللي حصل ووضح يعني السبب في الارتفاع الكبير ده في الأسعار برر أن السبب في كده هو سعر الدولار وسعر الورق والحبر المستخدم في الطباعة الراجل شايف أن دول هم السبب وهم اللي رفعوا سعر الكتب الخارجية بنسبة 50% لما حب يأكد كلامه قال أن سعر طن الورق وصل السنة دي لـ 33 ألف جنيه والسنة اللي فاتت كان سعر الطن 18 ألف جنيه متخيلين الفرق يا قد إيه؟ المعلومات اللي ذكرت دي على مسؤولية الوستاذ أحمد جابر هو اللي قالها كمان لموقع القرار 24 الإخباري الراجل شايف يعني أن ارتفاع الأسعار بالشكل ده يرجع للنقط دي بالتحديد وما فيش غيرها اللافت بقى أن كل اللي فات ده والارتفاع الكبير في الأسعار واجه أولياء الأمور بكل قوة بدأت الأفكار تطلع وبدأوا يفكروا هم إزايها يتجاوزوا الأزمة دي الأستاذ عبير أحمد مؤسسة اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم قالت أن في حاجة بيعملوها دلوقتي أولياء الأمور علشان يتجاوزوا الأزمة دي أولياء الأمور عملوا مبادرة اسمها تبادل مستلزمات المدارس دي معناها أن الطلاب يشاركوا بعض في الكتب الخارجية ويبقى في تعاون أكتر بينهم ومثلا لو أنت طالب سنوية عامة السنة اللي فاتت وخلص خلصت فأنت تبعت الكتب بتاعتك دي لحد تاني داخل سنوية السنة دي هو هياخد الكتب دي يستفيد منها وإنت كمان استفدت لأنه ممكن ياخد الكتب دي منك بنص سعرها بكده يبقى الكل كذبان من اللي حصل أنتو إيه رأيكم في الفكرة اللي عملوها أولياء الأمور دول هل الفكرة دي هتنجح ولا لأ وياريت لو حد فيكم هيشارك فيها يكتب في التعليقات ويعرف غيره هو عنده كتب إيه وكمان اللي محتاج كتب يكتب برضو يمكن حد يبعت له عليهم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة